اشتركوا في القناة للإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة يتحدث الكتاب الذي يحتوي على أربعة فصول عن مراحل حياة جلالة الملك المعظم في القطاع الرياضي منذ النشأ حيث يحتوي على 334 صفحة للمسيرة التعليمية والمناصب الرسمية والهوايات الرياضية المتنوعة لجلالته وقيادته لمسيرة النجاح إلى الاحتراف الرياضي والعصر الذهبي والدعم اللامحدود لشباب وشباب مملكة البحرين وخلال اللقاء أثناء حضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعا على المحتوى القيم لهذا الكتاب المتميز الذي يسلط الضوء ويوثق المحطات الرئيسة لمسيرة جلالته الداعمة للمجال الرياضي والمواهب والكفاءات الإبداعية الشبابية معربا جلالته عن شكره وتقديره على هذا الإهداء والإصدار المهم وعلى الجهد الطيب الذي بذل في إعداده كما أشاد جلالته بما تشهده مملكة البحرين من نهضة رياضية وشبابية وبالعمل الدؤوب والناجح الذي تقوم به حكومة مملكة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وبالقيادة الشبابية المثمرة لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وإخلاص وتفاني جميع رياضيين وشباب الوطن الذين لم يتدخلوا جهدا في سبيل إعلاء شأن المملكة ورفع رايتها عالية خفاقة في الميادين الرياضية وبهذه المناسبة أعرب معالي الشيخ دعيش بن سلمان الخليفة عن شكره وامتنانه الجزيل وتقديره البالغ لجلالة الملك المعظم لما حضي به هذا الكتاب من إشادة من جلالته كما ثمن معاليه عاليا هذه اللفتة الكريمة من جلالة الملك المعظم في دعم ومساندة هذا العمل الذي يوثق قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم رعاه الله للنهضة الرياضية الشاملة لمملكتنا الغالية مؤكدا معاليه أن هذا الكتاب يشكل إضافة نوعية على ما تسخر به مملكة البحرين من إصدارات ومرجع مهما في المجال الرياضي راجيا معاليه المولى تعالى أن يديم على جلالته مفور الصحة والسعادة وأن يحفظه عزا وذخرا وفخرا للوطن الغالي ولكافة أملائه